اشتركوا في القناة ندخل على اعدادات ونروح على عام ونروح على Touch ID and Password وتحط الرغم السري الخاص في تليفونك المكون من أربع رقام وبعدها تروح على Touch ID تضغط عليها لاحظ معاي هذه هي الاعدادات الخاصة في البصمة والاعدادات الخاصة في Touch ID عندك هنا Touch ID 4 يعني البصمة ل iPhone Lock إذا انقفها للآيفون انت تحطه On إذا تريد انت تبطل قفل الجهاز عن طريق البصمة عندك iTunes and App Store هذه هي الخاصية اللي تخليك تشتري التطبيقات عن طريق البصمة يعني إذا هي تشتري تطبيق ما يحتاج انك انت تحط الباسورد الخاص في حساب Apple ID مجرد ما انت تحط البصمة راح تقدر تشتري هذا التطبيق نحطه On لاحظ معاي راح يطلب منك الباسورد أو الرغم السري الخاص في حساب Apple ID تحط الباسورد وتضغط OK طبعا في نقطة مهمة يا أخوان لازم تعرفونها إذا انتوا طفيتوا الجهاز وشغلتوه من جديد يعني أول تشغيل لازم انت تحط الرقم السري كأول مرة سواء كان حق فتح الجهاز أو حق شراء التطبيقات ندخل على App Store على سبيل المثال أنا بأنزل هذا التطبيق مجرد ما أضغط Install لاحظ معاي راح يقول لي حط البصمة مجرد ما أحط البصمة راح يشتري هذا التطبيق هذا هو الشرح اليوم أتمنى ان الشرح هذا كان كافي ووافي أتمنى اذا عجبكم هذا الشرح تسوي لي Like و Subscribe اذا ما عجبكم هذا الشرح تسوي لي Dislike أتمنى شوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة شكرا ومع السلامة